من جديد مشاهدين أهلا بكم وإلى ليبيا الآن حيث نقلت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية عن دبلوماسي في الأمم المتحدة قوله إن الإمارات صعدت من شحونات الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل إنقاذ حملته العسكرية في ليبيا وبحسب الدبلوماسية الذي اطلع على تقرير سري للجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة بليبيا فإن الإمارات انتهكت حظر السلاح وأرسلت بين شهري يناير وأبريل الماضيين حوالي 150 رحلة تحمل ذخيرة وأنظمة دفاعية إضافة لعشرات الرحلات خلال الصيف باستخدام طائرة نقل عسكرية أمريكية حتى بعد فشل هجوم حفتر على طرابلس ووفقا للصحيفة فإن الإمارات متهمة أيضا باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية في انتهاك لحظر السلاح للمناقشة والتفصيل المشاهدين نصطيف معنا في الاستيديو الكاتب والمحلل السياسي المهدي كشفور سيد المهدي أهلا فيك معنا بداية هذا التقرير ما الجديد الذي يقدمه لنا بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله السلام بكم سيدة مشاهدين أهلا فيك الحقيقة أن هذا التقرير هو يعني وإن كان لزال سريا ولم يمشر بشكل رسمي ولكنه يفضح بشكل كبير مدى حجم التسليح التي تقوم به الإمارات لصالح خليفة حفتر هناك أكثر من تقرير صدر عن لجنة خبراء وتابع المجلس الأمن ونشرت هذه التقرير في وقت سابق وأكدت ضلوع الإمارات في دعم خليفة حفتر بالسلاح وحتى بالجنود والطائرات إذن تقرير من حيث إثبات دعم الإمارات لخليفة حفتر هو لم يأتي بجديد ولكن الجديد في هذا التقرير أو هذه التسريبات حجم الدعم عندما نتحدث عن أكثر من 150 طائرة خلال مدة قصيرة تم دعم خليفة حفتر فيها لأننا نتخيل حجم الترسانة العسكرية التي دعم بها خليفة حفتر وهذا يظهر نية الإمارات في استمرار الحرب في ليبيا ودعم خليفة حفتر لمزيد من سفك الدماء وتدمير البنية التحتية في ليبيا لكن الإمارات هذه النية من ماذا نابعة تحديدا؟ ما هي الأهداف في نسبة للإمارات من وراء استمرار دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر خاصة وأن التقرير يشيل مرة واثنتين وثلاثة إلى فكرة خرق حضر السلاح المفروض على ليبيا منذ سنوات نعم بالتأكيد الإمارات لديها مصالح عدة في ليبيا على رأس هذه المصالح هي إفساد مشروع الثورات ربيع العربي التي أتت بمن يصطرح اليوم على تسميتهم بالإسلام السياسي أو شارك الإسلام السياسي في هذه الثورات وبالتالي العداء المفرط للإمارات تجاه هذا التيار يجعلها تدعم ثورات المضادة والانقلابات وإعادة الحكم الشمولي للدول الربيع العربي لإعادتها من جديد تحت الوسائة أيضا كل هذا الدعم يأتي وإفشال ثورات وإفشال ثورات الشعوب المطلعة للحرية والديمقراطية والتعبير عن ذاتها هو يعني يصب في مصلحة صفقة القرن والتي يعني تعمل عليها بشكل كبير دولة الإمارات وداعم لهذا المشروع التطبيع مع إسرائيل ويعني وقف رفض الشعوب أو رفض الحكومات للنظام الصهيوني في فلسطين أيضا هناك مصالح أخرى اقتصادية لها علاقة بليبيا الحصول على أكبر صفقات من عقود النفط في ليبيا إذا ما استطاعت فرض حاكم مثل خليفة حفتر موالي لها أيضا هناك تطلعات أو تقارير استراتيجية في المجال الاقتصادي تؤكد أن ليبيا إذا ما توجهت نحو الاستقرار وسوف تكون وجهة عالمية للمواني وأيضا دولة الترانزيت تقع في وسط العالم وبالتالي ستؤثر على الدور الاقتصادية التي تقوم بالإمارات اليوم إذن هناك العديد من المصالح التي تريد الإمارات عرقلتها في ليبيا لكي تحافظ على مصالحها هي ولكن هذا يأتي طبعا بشكل مضاد لفكرة حضر السلاح نعود إليها مرة أخرى وبالتالي هناك عدم تعامل مع القرارات الدولية المجتمع الدولي اليوم كيف تتوقع أن يرد على الإمارات في ظل وجود الآن تقارير تثبت ذلك نعم هذا هو السؤال الذي دائما ما نطرحه يعني المجتمع الدولي الآن ثابت لديه وجود دعم عسكري كبير يصل إلى خليفة حفتر عن طريق الإمارات ودعم غير سري هو شبه مفضوح لأنه برحلات جوية عبر طائرات عسكرية طائرات شحن عسكرية والمجتمع الدولي سبق وقدمت إليه مثل هذه التقارير في مجلس الأمن من قلال لجنة الخبراء وأكدت ظلوع الإمارات في دعم خليفة حفتر إذن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن ابتداء من قرار 1970 سنة 2011 وانتهاء بقراراته الأخيرة متعلقة بحضرة التسليح ولكن المجتمع الدولي للأسف لا يقوم بأي خطوات إيجابية لترجمة هذه التقارير إلى ضغوط على العكس من ذلك أن الأوروبيين تحديدا يحاولوا تفعيل عملية صوفيا وتحضر سلاح في ليبيا ولكن يحاولوا فقط تطبيقها على البحر وهذا يتيح المجال لخليفة حفتر لاستلام المزيد من صفقات السلاح عبر مصر وعبر الحدود البرية والجوية أيضا إذن هذه العملية إذا لم تطبق في البحر والجو والأرض فهي تصب في صارف خليفة حفتر وعلى سيرة الأوروبيين هناك أيضا إيريني التي من المفترض أنها تتابع مسألة حضر السلاح على ليبيا هل تعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة أوروبا هم في صورة هذه الخروقات أم لا؟ هم في الصورة بالتأكيد بل أن بعض منهم متورط للأسف في هذه الخروقات نتحدث عن فرنسا مثلا فرنسا ثبت وجود دعم فرنسي لخليفة حفتر أيضا حتى كان في ضباط وجنود قتلوا في ليبيا فرنسيين طائرات فرنسية قامت بتوجيه ضربات في ليبيا وهذا كل ثابت حتى في تقارير لجنة الخبراء السابقة ولكن للأسف لا يوجد أي تحرك من الدول الأوروبية لإعتبارات توازنات في أوروبا نفسها طيب الفكرة أن هذا الدعم يتجه إلى خليفة حفتر ويخرق حضر السلاح ومن جهة أخرى كانت هناك دعوة مرفوعة في الولايات المتحدة بالأمس ضد خليفة حفتر المسألة هنا متعلقة بارتكابه جرائم حرب في ليبيا خلال السنوات الماضية ماذا أيضا في تفاصيل هذا الموضوع؟ الحقيقة هناك مجموعة من ليبيين متضررين من جرائم الحرب التي ارتكابها خليفة حفتر خاصة في بنغازي هؤلاء من تضررين بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية اتجهوا إلى القضاء الأمريكي وطالبوا رفعوا دعوة أمام القضاء الأمريكي وتم أعلان خليفة حفتر عن طريق المحكمة قبلت المحكمة الدعوة وهي الآن تسير فيها بالأمس كان هناك جلسة رد دفاع خليفة حفتر بأن خليفة حفتر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولكن المحكمة ردت على هذا الدفع ولم تأخذ به واستمرت في المحاكمة وننتظر الآن نتائج هذه المحاكمة في الولايات المتحدة أيضا هناك دعوة أخرى مرفوعة في كندا ودعوة مرفوعة في فرنسا لنفس الأسباب أيضا لنفس الأسباب ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ولكن الملف الذي لازال مفقودي اليوم هو ملف الجنائية الدولية وهي مختصة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 و1973 والذي حال الملف الليبي بالكامل على المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تقع في ليبيا هذه المحكمة فعلت دورها جزئيا في بعض الحالات مثلا حالة الضابط محمود الورفلي التابع لخليفة حفتر وقامت بتهديد خليفة حفتر أكثر من المرة بأنه إذا لم يسلم محمود الورفلي سوف يسال ولكن لا توجد خطوات عملية حقية لم يتم تسليمه إلى حد إلى اليوم بل تم ترقيتهم من قبل خليفة حفتر في بنغازي من رتبة رائد إلى رتبة مقدم وكأن هناك تحدي لمثل هذه القرارات طيب أستاذ المهدي الآن فيما يتعلق بمثلة ما كشفه التقرير عن فعل الإمارات بمد خليفة حفتر بمزيد من السلاح وهذه الكميات الكبيرة التي جرى الحديث عنها في التقرير عبر الأشهر الماضية هل تعتقدوا أن هذا الموضوع متعلق بعمل عسكري ما قادم في ليبيا على الرغم من وجود مشاورات سياسية في المغرب هل الأمر ربما يكون مرتبط في إطار التحشيد للمعركة التي كانت من المتوقع أن تحصل في سيرت وفي الجفرة أم أنه حتى ربما أن الأمر لم ينتهي في سيرت والجفرة قد تكون هناك فعلا عملية عسكرية نعم أغلب المحللين العسكريين يتوقعوا أن خليفة حفتر ربما يقدم على عمل مجنون آخر كما حدث في أربع أربع عندما حصل طرابلس وحاجم على العاصمة عندما فشلت هذه الحرب الآن يعيد ترتيب صفوفها من جديد هناك ضغط دولي كبير لمنع ارتكاب مثل هذه الحامقات والدخول في حرب من جديد ولكن خليفة حفتر استعمل تكتيكات أخرى قبلية قام بأحضار المقاتلين المعروفين بالكانيات والذين كانوا يتحصنوا في ترهونة وهم من أبناء ترهونة الذين يتكبوا العديد من الجرائم والتي وثقت حتى عن طريق لجنة حقوق الإنسان تابع مجلس الأمن مقابر جماعية وما إلى ذلك تم أحضار هؤلاء المقاتلين إلى مدينة سرط وتمركزهم في مدينة سرط وتسليحهم وإمدادهم بإمدادات عسكرية بحجة أنهم يريدوا العودة إلى مدينتهم هذا يعني يريد إدخال المنطقة في حرب قبلية من هذا النوع أو مناطقية لكي يجد ذريعة للدخول في مثل هذه الحرب أيضا بعض التسريبات أو الضغوطات الدولية بأن تكون سرط هي المقر الرسمي للحكومة القادمة يحاول خليفة حفتر من خلال هذا الأمر السيطرة على المنطقة الوسطى وتركيز أو تثبيت مناطق نفوذة في هذه المناطق لكي يسيطر على هذه الحكومة ولذلك قام أمس سيد خادر المشري رئيس المجلس على الدولة برفض مثل هذا الطرح الذي تبناه عقيلة صالح في رئيس مجلس النواب في طبرق والذي يتركز أن تكون الحكومة مقرها في سرطها وهذا يجعل من الحكومة تخضع لسيطرة خليفة حفتر شكرا جزيلا لك المهدي كشبور عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق شكرا جزيلا لك على المشاهدة